المبادرات والخطط والحلول المبتكرة تسعى مملكة البحرين لزيارة عدد أشجار نبات القرم لما لها من عائد بيئي مهم وذلك من خلال إنشاء مجموعة من المشاتل المتخصصة بزراعة هذا النوع من النبات بالإضافة إلى تكوين فريق من المختصين في هذا المجال والاستعانة بمجموعة من الخبراء المحليين والإقليميين ويأتي ذلك ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لزيادة أشجار نبات القرم بأربعة أضعاف حتى عام 2035 ضمن الجهود المبذولة للحد من أثار تغير المناخ والمساهمة في تحقيق أهداف مملكة البحرين للوصول للحياة الصفري هذا واعتمدت مملكة البحرين سلسلة من المبادرات لإزالة الكربون والتي منها مضاعفة أشجار نبات القرم حيث تتميز هذه الأشجار بمغدرة كبيرة على امتصاص ثاني إكسيد الكربون بما يعادل خمسة أضعاف امتصاص الأشجار الأخرى كما يمثل نبات القرم موئلا حيويا مهما للقشريات والكائنات البحرية وللطيور بمختلف أنواعها مملكة البحرين رسمت خطة وضانية شاملة لمشروع استزراع نبات القرم بدعم ومساندة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة حيث نجحت الخطط الوطنية لاستزراع نبات القرم في إنشاء مجموعة من المشاتل الزراعية ونفذ الفريق الوطني لاستزراع نبات أشجار القرم عزمة من البرامج التي تهدف لإعادة تأهيل عدد من المناطق من خلال تنظيف الممرات المائية وتقليم الأشجار المتدهورة وإعادة تأهيل بعض المناطق الزراعية في السواحل والمحميات الطبيعية كخليج توبلي ورأس سند ومحمية دوحة عراد وغيرها من المواقع المهمة